موضوع اليوم سعيد بسكر الكومنت لأن بعض الآقات مع نوايدة أحب تعليقاتكم بس بعض الآقات أكتشف أنه كان فيه تعليقات شوي غريبة عجيبة فهو لازم موضوع اليوم بتكلم فيه عن فن الإهداء أحس أن هذا موضوع ما نفكر فيه كفاية وهو أنه لما نبي نعطي شخص هدية ميلاد تخرج زواج ما هو صار كمجتمع صارت كأنها عبء علينا أنه لازم أشتري حكي هدية ما عندي الحين ما عندي سيولة ما عندي وقت أروح أدور ما عارف شنو أخذ ما عندي وقت أفكر شنو أخذ فصار يلا بس بروح أخذ ليشي عشان أفتك مو الكل طبعاً ولكن هذا يحدث والمشكلة أن أنت لما تود هدية هذا الشخص المستلم يستلم سجل أن أنت خلصت عبءك الاجتماعي أو هذه المسؤولية الاجتماعية اللي عليك وفتكيت وخلصت يعني يقولوا الحين ما فيه وعيد تجمعات بس لما نرجع مرة ثانية أو حتى ممكن أشياء تهدونها أنتوا الحين أصلاً يعني أنت تروح تهدي هذا الشي ولكن تنسى أن هذا المستلم طاقة هذا الشي تكون خلص دخلت فيه حظنك كأن أنت قطيتها عليه وصار أهو الحين المستلم صار أهو اللي يتفاعل مع طاقة هذا الشي تهيله فوائده أو مضاره أو سلبياته إيجابياته فبعض الأوقات أتمنع ذاك اليوم قاعد وبس كتبت قائمة شوش طولها صارت من الأشياء اللي ممكن أن الشخص يهديها اللي ممكن أن تعطي هذا الشخص شيء إيجابي يعني فيه أشخاص مرة حضرت محاضرة حق واحد قاعد يقول أن أنا فعلاً حذر يحط كأن حوالينا جدار وحذر جداً من أي شيء يستلمى لأن الناس فقط تعطي تعطيك تعطيك هدية تعطيك أي شيء ما يبونه شيء يبونه وخاطرهم فيه ويظنون أن أنت خاطرك فيه فالإهداء أيضاً يمكن صار زاد عن اللزوم مثل ما كل شيء زاد عن اللزوم يعني في العصر الحديث فصرنا نهدي أيضاً بدون ما نفكه فهذا الشخص قاعد يقول أن أنا جداً حذر من الاستقبال اللي يكون عندي لأي شيء يعطوني إياه الناس فهو كان يطبق حياة المنماليزم اللي يعني كل شيء يعيش بالأشياء اللي يحتاجها فقط فما يكثر من الأشياء عشان ما يجمع أشياء ما لها داعي لأن هذه كلها تصير كأنها تثقل عليه وهو حياته تثقل عليه حياة الجسدية ولكن حتى حياة النفسية إذا أنت عندك مليون شيء حتى أنا قاعدة الحين إذا عندي مليون شيء في الخزانة أنا طاقة هذه الأشياء أيضاً أتعرقلني أنا أتعبني أنا فكان يقول أنه أولاً ما دخل في هذا الاتجاه اللي صار أن كل شيء يعيش على أقل ما يمكن بداي يعلم نفسه أنه يقول حق الناس أن أنا ما أبي أن أنا لا أريد لا أريد هذه الهدية وما أبي هدية أصلاً ولكن حتى إذا يعطونك شيء بدون سبب مثلاً خلنا نقول مثلاً هو كان يسوي مقابلة مع أحد وهو عنده برنامج على يوتيوب فكان يقول أن أنا كنت أسوي مقابلة مع شخص وهو هذا الشخص كاتب كتاب ولما حضر المقابلة أعطاها هدية أهداة هدية من الكتاب ماله قال شكراً أنا ما تقبل هدايا فتخيلوا وهو لي وين وصل بالنسبة لنا طبعاً هذه مينون وش هالعيب وش هال ومسكين وهادية كتاب فيمكن أهو راح إلى الكفة الأخرى شوي زيدها يعني مصخها بالنسبة لشخص العادل اللي يسمع الموضوع أو المرأة بس جوفوا كيف صارت عنده هذه القدرة على أنهو يمنع أي شيء دخيل على حياته إلا إذا هو طالبه وهو يبي وبغيت أقول هو يقتني بس مشرط ممكن هو يقتني ممكن هو شيء يريده واحد ثاني أهدايا بس ما بيدخل شيء في حياته هو ما كان يبي وحتى هو طبعاً يقول ما بس ما أبي ما أحتاجه إذا ما لي حاجة له ما بحط بيامة أشياء مثل هالكتب الملايين اللي عندي في المكتبة يمكن هو بيقول هذي خلاص هذي ما تحتاجها أنت الآن ما تستعملها فشوفوا إلى أين وصلنا أننا لا نستطيع حتى نرد أحد أننا بيعطينا هدية ولكن وصلنا إلى مرحلة اللي نحن قاعدين بشكل منفتح لدرجة أنه خلاص أنت صب عليه كل خرابيطك حتى إذا أنت لا تشتهي تفكر ما تشتهي ما تشتهي ما تشتري لي هدية ما تعرف يلا عطني اللي هو عطنيا وأنا بأخذه وبأستلب وبعدين أنت تتوهق فيه ويقعد عندك في البيت سنين يمكن تهدي حق أحد ثاني يمكن لا يمكن تعطيه جمعيات خيرية ولا ناس محتاجة يمكن لا وكثير من الأشياء اللي تنهدم ما لها قيمة بالنسبة لنا يعني لأن الشخص اللي أعطاها أصلاً ما كان حاسب قيمتها يعني ما كان شاريها بهدف قيمة فالسؤال هو هل تفكر قبل أن تهدي كيف ستؤثر هذه الهدية على الشخص اللي بتهديه غير سؤال أنه هل هو يريد هدية أصلاً ولكن كيف ستؤثر فأنا هالأيام خاصة مع الشباب اللي أصغر عمراً أفضل أن الشخص يشتري لهم مثلاً أمازون كارد شيء بطاقة يعني فاوتشر يشترون فيهم اللي يابونه لأن الشخص ينتفع أكثر وحتى الطاقة الإيجابية بتي له أكثر إذا أخذ شيء هو يحبه وأيضاً لك أنت لأن أنت أهديت هذا الشيء اللي يحبه لأن كل مرة بيستعملها بيتذكرك فالحين دائماً يقولون ما نشتري حق هذه متخرج أو هذه ميلادة إذا هم شباب في فئة عمرية معينة يستخدمون المشتريات أونلاين دائماً أفضل أن يعطونهم فاوتشر ولكن دعونا نفكر بخطوة أبعد شوي هل ممكن نحن نفكر أن نشتري الهدايا فقط التي تنفع الشخص والمنفعة تكون بالذات صحية الجسدية، نفسية، أن تكون هذه المنفعة صحية فلما تفكر تشتري هل تفكر أن أنت هل بتنفع هذه الهدية هذا الشخص صحياً؟ فممكن أن أنت تشتري لكتاب صحة ممكن أن تشتري لكتاب طبخ وأنت بروحكم فكروا معايا دعونا نفتح الكومنت سنشوف اقتراحاتكم فهل ممكن أنت تشتري لك كتاب صحة؟ نحن نضع الكتاب هنا لكي تذكرون تسمعوا المعلومات تذكرون تشترونا كهدية أو هدية لنفسك حتى هل ممكن تشتري أشياء صحية للمطبخ؟ أسفة دار راسي شوي ما أقدر أسفة سوري سكيت مرة ثانية أشوف أشياء تنكتب واتلخبط شوي أجهزة للمطبخ مثلا خلاط يسوي فيه سموذي عصارة هذه أحلى هدية ممكن تشتريها حق أحد إذا يبيها طبعا في ناس مطبخ صغير أو ما يقدرون ياخذون واحد أجهزة جهاز تنقية الهواء كمثال أن أنت قاعد تعطي صحة حق بيته حق أهله حق شخصه حق نفسه فهذه هدايا المطبخ طبعا لا تعد ولا تحصى يمكن تعطي أنواع من الشاي يمكن تعطي أنواع من الأعشاب يطبخ فيها أنواع من البهارات مثلا بعض الأوقات يحطونهم في سلة حلوة مثلا بهارات مختلفة أكواب شاي أو القرورة التي تصفي الماء أو القرورة التي يحط فيها ماء مع خيار أو شرائح ليمون فشيء يمكن يستخدمها في حياتي اليومية ممكن يهدي يهدي الصحة فأنا ليس فقط أهديك هدية ولكن أهديك صحة أيضا إذا نتحول إلى باقي البيت مثلا أنا أحب هدية منزل ما تكون ورد تكون نبتة أحسن من الورد لأن الورد يومين يموت وأصلا هم يجب أن يقضفونه ولا يجب أن ينشجع يعني دعوا الورد مكانه ممكن أن أنت تهدي نبتة ممكن تهدي مثلا نبتة بامبو مثلا حق البيت البامبو فعلا يصفي البيت يصفي يعني يصفي كأنها رئية في البيت أو أي من النبتات الأخرى المناسبة للمنزل التي تصفي السموم من المنزل وتعطيك أكسجين ممكن نبتة حتى حق برا يتزرعها يعني في الحديقة مش رط أن يكون شيء لازم يزرعها في البيت ولكن هي هدية بسيطة أو حتى ممكن الأعشاب التي تنزرع حتى إذا الشخص شقة في شقة مثلا ممكن أن يزرعها في المطبخ عند الشباك يبدأ يطبخ فيها تأخذها ريحان تأخذها بقدونس تأخذها كسبرة نعناع هالأشياء يعني فهي أشياء بسيطة ولكن الشخص لما يبدأ ينتفع منها إيجابيات هذا الانتفاع تواصل عليه وهو وعليك أنت أيضا فحلو ثانيا بعدين ممكن يكون أشياء رياضة مثلا إذا تفكر في أشياء رياضة ممكن نتأخذها مثلا أحب لي أن يطعليه إذا هو رياضي أو حتى مو رياضي يعني ممكن أشياء رياضة بعض الأوقات صعبة تكون تهديها لأن الشخص إذا عنده مشكلة توزن بعدين يقول لك ها ليش أنت معطين هدية عبوالك بلازم أضعف ولكن معظم الأشخاص بدون مبالغة يفرحون من هذه الهدايا حتى ممكن تعطيه اشتراك في جيم مثلا في نادي رياضي ممكن اشتراك في تطبيق أونلاين يسوي لك رياضة يساعدك على الرياضة ممكن سجادة يوغا مثلا ولا أثقال بسيطة ولا هذا الحبل اللي ينشد عشان يقوي العضلات يقوي الظهر أحس أن الهدية حلو أنها تكون هدية فيها منفعة فأنتوا فهمتوا قصدي ولكن أعطيكم أفكار أن الواحد ممكن أن يبتعد عن الهدايا المبتذلة اللي أوكي ساعة ماركة يوم يومين ثلاث بعدين يشتوا فيها فأنا فضلني أبتعد عن الالكترونيات خاصة حتى هذه الأشياء اللي عداد يزعم شم خطوة خطيت في اليوم أحس أن هذه تسوي أحس أن تبعدنا عن الاتصال بالغريزة وبالفطرة وبالطبيعة وتكعد أن تحس بحق روحك أنت أرادية يعني كل شيء صار إلكتروني وكل شيء صار متصل ببعضها فأحس أي شيء إلكتروني يفضل ممكن تأخذ لهم هذه الأشياء السباحات اللي ينفخونها حق البركة ممكن تأخذ لهم الأشياء اللي تغوص في الماء اللي لازم هو يغوص وييبها ممكن تأخذ لها سلة باسكتبول اللي يحطونها عند البركة كرة للبركة أي شيء لا علاقة بالبركة بالرياضة عامة حذاء رياضة شنطة رياضة سيكل ممكن يعني دراجة هوائية ممكن تأخذ لها فكل شيء يشجع على الحركة لا تأخذ لهم العكس لأن الأيام البلاي ستيشن ضارب والأشياء الإلكترونية للأسف خاصة أيام الحجر زاد استخدامها ومع أنه وعيد منكم ما عندكم ما عندكم عذر يعني أن الواحد ما يطلع حتى لو في حديقة عامة ممكن يطلع فيها حتى لو يمشي على الشارع حتى لو يروح عند البحر يتمشى شوية بس مضراب كرة أي شيء تأخذون لهم يتحركون فيه فأحس أن الهدايا الثانية يمكن أنت تظن أنه يبيها ولكن هو في الواقع حاجته لها أو حاجته الجسدية والنفسية لها على المدى الطويل غير صحيح وغير صحيح خيارات أخرى أنا أحبها عشان اللي يبي يهديني هدية يعني لا أضحك معكم زيوت العطرية المركزة اللي طبعا تكون جودتها عدلة لا تهدي شيء لا تأخذون أشياء جودتها واطية بس لأن السعرها مناسب وانت تظن أنه بيظن أنه ما لاحظ يعني أو ما بيلاحظ بالعكس إذا بتأخذ شيء حتى له كمية أصغر ولكن الجودة أعلى يكون أحسن زيوت العطرية ممكن زيت اللافندر مثلا زيت النعناع ريحت حلوة في البيت ولكن حتى إذا تخلطونا مع ماء ممكن هو يصير بخاخ للحشرات زيت النيم زيت النيم اليوم بخلط منه مع ماء وبرش فيه على على النبتات اللي عندي بعضها في الحديقة اللي صاير فيها هذه الحشرات اللي ممكن تكون عليها برش على برش عليها نيم وبتشوف هذا التحسن زيت شجرة الشاي التي تري أويل كمثال معقم للبيت ممكن أن تستخدمها في تنظيف الأرض في المنزل فهذه كلها أشياء عطرية ممكن تأخذهم في بوكس أنه يشمل الأشياء العطرية التي تستخدمها هي زيت اللافندر أو زيت الورد أو كذا ولكن إضافة إلى ذلك الزيوت الأخرى صابون طبيعي مثلاً مستخدمات الشعر أشياء طبيعية السفنجة طبيعية فأشياء في الحمام ممكن أن كثير منها ممكن تنحط في سلة أشياء طبيعية وتنهدى لهذا الشخص وأنت تضمن أنه لما يستعملها أنت على الأقل ما يكون في ذمتك هذا الضرر لما أنت تأخذ له شيء ضرره كل مرة هو يضرر حتى هذا تصير في ذمتك لا أحس على المدى الطويل حلو أن الواحد يهدي فقط أتشوف قائمتي ممكن تهدونهم مكياج طبيعي بعد لأنه الكثير من البنات يهدون بعض مكياج بس إذا كان مكياج طبيعي رجاء ممكن تهديهم هذه الأبجورة تصلي على ملح تمتص أي شيء سلبي في الغرفة ممكن أنه شموع طبيعية أيضا ممكن تهديلها حتى كورس يعني ممكن أنت تروح علي أكاديمي وتشتري لها كورس يعني أنا مرة واحدة كانت تب دورة يوغا الوجه كانت تب تأخذ يوغا الوجه عشان تتعلم عشان تقوي العضلات وتسقل الوجه عشان الشباب الدائم على الأساس بدون ما تستخدم فلرز وبوتوكس وأشياء وكانت قايلة حق زوجها أن هي تب تسوي هذه الدورة فصار عبلادها وأهداها هذه الدورة فحلو كان يعني فحتى هي يعني انفعلت لما حصلت هذه الدورة حاسة هذه بالضبط اللي أنا كنت بي ممكن حتى كريمات للوجه أشياء طبيعية طبعا ممكن سفرة إلى مصح يعني طبعا أحلى هدية في العالم إنه واحد يعطيك أسبوع في مصح في بلد آخر مثلا يعني في خيارات كثيرة أحس أن نحن ما قاعدين نفكر كفاية عشان شوي نقيم الهدية اللي نحن قاعدين نعطيها فبفتح لك مرة ثانية عطوني اقتراحات فعطوني اقتراح أنتوا تحسون أن يناسب أنا بقول لكم على حلقة الأحلام أنا سويت تلك لسبوع حلقة عن العلاج بالأحلام فكتبت هنا أنه حلو واحد يهديك دفتر صغير عشان تسجل في أحلامك يعني هو شي بسيط بس ترى معناه جدا جميل حتى يكون الدفتر جميل مع قلم جميل تحطه يم سريرك هذا الدفتر هو اللي بيكون أنت بتسجل فيه أشياء أنت دخلت فيها في العمق تجارب أنت دخلت فيها في السيكولوجي اللي عندك بنفسك يعني أشياء أنت بفرشاد أسنان حسنا لا أريد أن يتمون ربع لكن الأبجورة جميلة أبجورة الملح جميلة كتبين أفكار رائعة جميلة أعطوني أفكار ماذا جميل؟ أعطوني أفكار شباب كوبون آي هرب حطيت الصدقين على واحد كواحد من الخيارات حلو كوبون آي هرب بالنسبة لي أنا فلوسي حين كلها قاعدة تروح هناك فبالعكس ويد بيوفر عليه أشياء الأبجورة تحصلينها في كل محلات الصحة يوغا يوغا حلو أنه يأخذ صفوف يوغا يهدي صفوف يوغا مع مدرب حتى فأنت تنتفع لأن هذا الشخص كل مرة سوى رياضة تنتفع المدرب ينتفع لأن تساعد هذه المهارات اللي قاعدة تحسن البلد وشخص المستلم طبعا ينتفع أيضا قط للأطفال قط الحيوان يعني الحيوانات وأنا أرد عليه كأتبت لها حيوانات مو هدايا الحيوان صعب جدا أن يكون كهدية لأنه يجب أن يكون الشخص يريده يعني كثير للأسف يعطون هدايا قطة ولا سمك ولا شيء ويكون الشخص المستلم لا يريد وما يعرف وبعدين يتضرر هذا الحيوان ولكن إذا مثلا خلينا نقول أنت ولدت يبي تشلب من زمان في البيت أو يريد قط من زمان تشلب منوكة أو غيرها خاصة إذا يكون عسل محلي فأنت تنفع النحال المحلي وتنفع يعني أنا دائما أميل إلى أنت تنفع حتى الشخص الذي انت شريته منه كلما كان الشخص هذا يميل إلى الصحة طبعا أو هذا الشخص أنه من بلدك وقاعد يشتغل على هذه الأشياء فحتى لما تشترون زارع اشتروا أشياء محلية اشتروا من مزارعين محليين حتى تشترون لهم عدة حديقة يعني أنا هالي يام أبي أشتري قفاز حديقة تعرفون هاي القفات اللي لبسونها عشان ما فأبي أشتري القفاز لأن بالوقت الإضافي هالي يام وايد قاعد أقضي وقت في الحديقة أكثر وقاعد أقصص وماذا أش أسوي فعندي في القائمة مثلا قفاز الحديقة عندي في القائمة هذه العصايا الطويلة اللي تقص بعيد فوق عشان إذا فيه ثمر فوق تاخذه أشي بسيطة بس لما تيك هدية وانت فعلا أنت بيها حلوة يعني شتلة زراعية منتجات آي هرب جدا جميل جلسة مساج بالضبط هذي أحلى شيء أحلى شيء أباجورة أباجورة وين حصلها كل واحد يسألني وين حصلها ما عارف محلات الصحة تحصلونها تنبع كتاب عن الصحة أو كتاب طبخات صحية كتاب وصات يعني أدوات زراعة الحديقة أحجار كريمة جدا جدا جميلة هذي دفيوزر أحجار كريمة جدا جميل حتى في بعض الأوقات أحجار كريمة نحط على الطاولة في مكان يعني أن يكون حجمها حتى كبير جدا جميل يكون شكلها ومفيدة يعني الدفيوزر أحجار الذي تضع فيه المعطرات العطور الذي يظهر كأنه بخار في الغرفة ليس بخور لتبخر لكي تضرر من الدخان ولكن تظهر لك ريحة هذا المكان خاصة إذا معها معطرات طبيعية يكون جميل فدفيوزر زيوت العطرية كاتب كتب رعب زرعات كورس رقص أنا أحب الصراحة خاصة فيها الأجواء والخوف والقلق اللي قاعد يصير بذور للزراعة درس للزراعة حتى أيضا أو واحدة كاتبة أدوات رسم جدا جميل أو حتى حصة رسم درس رسم وهاليام موجود حتى أونلاين يعني ما يحتاج أن الواحد جلسة مع أخصائية تغذية نعم جدا جميل مرتبة سرير ومخدم وريحة للنوم حلو فيه حتى بعض الأوقات تبيعون على أمازون هذه اللي كأن كأنها سجادة يوغا طويلة ويستلقي عليها الشخص ولكن فيها هذه الأشياء المدببة فيها كأنه بلاستيك ولكن هو مدبب عليه مثل كأنه سرير مسامير تعرفون بعض الأوقات الأولى ما يحطون لنا هذه الشخص مدرب اليوغا اللي ينبطح على مسامير فهذا هو كأنها كأنها سجادة يوغا تنحط على السرير أو على الأرض ويستلقي عليها هذا الشخص ولكن فيها كأنها أشياء كأنها مسامير بس هي من بلاستيك ما تدخل في الجلد يعني ولما تستلقي عليها في بعض منها مخدة للراس لما تستلقي عليها كأنها تسوي تدليك حق الظهر وتضغط على النقاط الضغط اللي في الطب الصيني تنعش الجسم تساعد الجهاز العصبي أيضا هذه حتى جدا جميلة كيس قمامي في خضروات أو فواكه كيس قمامي كيس قماشي هذه العين العين كيس قماشي حق الخضروات والفواكه حلو أن يودون أكياس قماشية عشان يشترون منها في البقالة في البرادة بعض قد راح تكون غريبة ما بقولها فحص دم أحجار كريمة قلنا مجموعة أعشاب مجموعة أعشاب مجموعة حلو أو حتى يعني في أشياء مجموعة وصلتني هدية تقول غيرت حياتي أنها أي حيوان أليف أدوات رياضة عصارة العصير الأخضر الصراحة أو آلة موسيقية آلة موسيقية إذا تحب تعزف أو تبتدي تعزف الآن بالآلة التي خدتي لها إياها كاتبة الذهب ذهب مفيد ما أدري أنا ما أحس الناس الآن بس تبيل فلوس أيش العنوان تذكر سفر طبعا بيتامينات فأنتو خدتوا الفكرة يعني عندكم الحين فكرة والله ما شاء الله عليكم مقتراحاتكم جدا كثيرة جدر بخار حلوة أواني طبخ طبيعية كمثال جدا جميل أواني ستينلس تيل مثلا أو حتى كولكشن كامل ستينلس تيل أو حتى أطباق فخار حلوة يعني ممكن هي تستخدمها أن تطبخ فيها وحلوة حق التقديم أيضا بس فكروا في أشياء يعني شوي تأثيرها يكون مباشر خلاطة مثلا اللي هي يستعملونها حق السموذيز ولا حق العصائر فالمهم فهمتوا الفكرة أو حتى بعض الأوقات بيعون هذه القرورة الزجاج عشان ما تستخدم البلاستيك فإن هي حتى في البيت إذا بتحط ماء ولا بتحط كذا تكون تحطها في قرورة زجاج أو حتى حتى الحب الفخار اللي حطون فيه الماء يعني هالي يوم قاعدة أدور واحد حلو شكله في البيت حلو طبعا تأكدوا إن هي عندها مكان له وإن تحتاجه وإن كذا ولا إن هي حتى إذا حصلتها وبتهدي أوكي يعني مهم أنت لا تزعل إذا ما تشفتها في بيتها بس الفخار للماء جدا جميل قوي الماء وهدية حلوة يعني وأيضا إذا بتشتريها من شيء محلي من مكان محلي صناعة محلية أيضا يكون أفضل وأفضل فبس فكروا فيها شوي يعني الواحد خلونا لما نهدي ما نهدي خرابيط أو خلونا حتى أن نحنا نوصل مرحلة أن نحنا ما نستحي لما بنستلم هدية خلونا إذا أنا عارفة أن أعد ميلادي إياي أقول حق الناس المقربين طبعا ما أقول للكل يعني بس أقول حق الناس المقربين إذا بتأخذ لي شيء ترى ذي أو ذي أو ذي يعني وممكن أنا أحط قائمة من الأشياء اللي فيها اختلافات في السعر ممكن أحط أشياء رخيصة وأشياء شوي غالية عشان الشخص ما ينحرج يعني بس نصير تعرفون الأجانب ساعة يحطون أول نحن حتى ابتدوا شوي أكثر في المجتمع عندنا أن يحطون قفت داركتوري أن يحطون لست يحطون قائمة مكان ويقولون نحن نبي كذا وكذا وكذا فمشرت أن تحط هذه القائمة أنت في هذا المحل اللي تريد يشترون لك منه قفت رجستري قصدي أنه ممكن أن أنت حتى تحط هذه القائمة وترسلها في واتساب حيث جروب أهلك تقول لهم إذا بتأخذون لي يخذون لي يا زيوت عطرية يا مثلا شموع طبيعية يا حب مثلا أو ستينلس تيل شيء أو أنا أنتظر مثلا هذا التطبيق خاطري أخذه اللي أنا بسوي علي رياضة وأبي أحد يشتري لي يعني شوية أن الواحد يكون شوية صريح لأنهم أصلا متواهقين يا بو يفكرون بشي يشترون لك فأنت تريحهم بعض الأوقات لما تقترح عليهم خاصة إذا أنت تقترح عليهم وتعطيهم مرة واحدة المكان اللي يروحون يشترونه منه أو اللينك اللي يروحون يشترونه منه فالكل ينتفع بهذه الحالة وما تصر عندك طاقة هديياتك وركدت في البيت يعني وخلاص قاعدت تتيم مع أخبار وما في لهداعي وما تفشل أن أنت تتوزعها على أحد وما تقدر تبيعها وبعض الأشياء غالية ترى اللي إتي مثلا خلني نقول شنطة ممكن ماركة بس أنت ما تعجبتش لا تقدرين تراجعينها لا تقدرين تسويين فيها شيء وبهالمبلغ يمكن تشتريين فيتامينات وأحجار كريمة وأشياء وغايد أكثر فمهم إن شاء الله أن ألهمتكم منها شوية تفكرون شوية في الهدايا وإذا عندكم أفكار يديدة أيضاً حطوها كتعليقات يعني إذا شفتوا هذه الحلقة البوست ما لها اللي على إنستجرام حطوه في التعليق أو حتى الحلقة بتروح يوتيوب بعدين فإذا شفتوها على يوتيوب حطونا في التعليق أفكار إبداعية شوي اللي أنتوا فكرتوا فيها أهديتوها حق أحد أو ياتكم كهدية فودي أن أسمع منكم هذه اقتراحاتي أنا أعظن القصة الإقتراحات اللي عندي خلصت بس أكيد بعدين بفكر فيها شو أقر خسر ما قلت لهم وبس إذا شفتو هذه الحلقة على يوتيوب بتنزل بعدين على يوتيوب إذا أنتوا الآن على إنستجرام اشتركوا في القناة اليوتيوب اضغطوا وزروا وسبسكرايب عشان نقدر نوصل هذه المعلومات بالعربي إلى شريحة أكبر من العالم العربي شكرا لكم نراكم في حلقات مقبلة شكرا لكم